اشتركوا في القناة ونصبه الجديد متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه العسكرية الجديدة وعرب جلالته عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وروابط تاريخية وثيقة كحلفاء وشركاء وبما يشهده التعاون الثنائي والتنسيق المشترك من تطور مستمر لسيما في الميادين العسكرية والدفاعية مؤكدا نرعاه الله أن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والحرص على تحقيق جميع أهداف وتطلعات البلادين والشعبين الصديقين ونوها جلالته بأهمية الدور الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الشقيقة والحليفة في ضمان الأمن والاستقرار وحماية الملاحة والتجارة في المنطقة وموراتها الدولية ومواجهة أي أخطار تهددها وتعزيز السلام العالمي من جانبه أعرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس عن بالغ تقديره واعتزازه بدور حضرة صاحب الجلالة في توثيق علاقات الشراكة القوية وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين مشيدا بدور مملكة البحرين الرائد وإسهاماتها الهمة وحرصها على التعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود ترسيخ الاستقرار والسلم الإقليمي ترجمة نانسي قنقر